بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض عنصر من العناصر اللي لا يمكن موقعك يخلو منه أبدا وهو عنصر اللينك أو الإي الإي يا جماعة اختصار لأنكر أو مارسات السفينة المواقع بتاعتنا مكونة من صفحات مرتبطة ببعضها الصفحة بيكون فيها مجموعة لينكات بتدوس على اللينك بتوديك على صفحة تانية في الصفحة تانية فيها لينكات تانية وهكذا لحد ما تخرج برر الموقع خالص وتروح لموقع تاني وتكرر نفس العملية عنصر الإي زي ما اتفقنا لما جيت أعمله زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الأتريبيوت جاب لي الـ href وهو ده الأتريبيوت الرئيسي في الإي الـ href اللي هو المرجع أو اللينك اللي انت عايز الشخصة ما ييجي يدوس على الإي ده يروح عليه الموقع بتاعنا ده هيكون جوجل مسلا بس او المصاري الكامل بتاع جوجل بالشكل ده تقدر تنسخه من صفحة جوجل نفسها مباشرة وهنا الكلمة اللي الشخص هيشوفها عشان يدوس عليها يروح على الكلمة دي هتكون مسلا جوجل بالشكل ده تعالى نشوف مع بعض كده اللينك بتاعنا نروح ندوس عليها هيروح موديني على جوجل زي ما انشايفين كده طيب ده عظيم جدا واللينك بالمناسبة زي ما اتفقنا هتلاقي انه تحتيه خط زي ما قلنا قبل كده هنا يا شباب لو خدنا التنسيقات بتاعة زي ما اتفقنا ان في بعض العناصر المتصفح بيحطي لها تنسيقات خاصة بيها هتلاقي انه في حاجة اسمها تيكست ديكوريشن اللي هو الديكور بتاع تيكست حاطت تحتيه اندر لاين ولما نجي نتعلم السي اساسة زي ما اتفقنا يا شباب هنقدر بقى نتحكم في الاندر لاين ده نلغي نعمل فيه اللي احنا عايزينه كله طيب عظيم جدا وزي الفل وتمام هل الاي عنصر بلوك لأ الاي عنصر انلاين عشان تتأكد ناخد منه نسخة ونكتب هنا بدل جوجل هنكتب فيس بوك وهنا هنكتب نفس القصة فيس بوك كده بقى عندنا اللينكين لو اللينك ده واللينك ده عناصر بلوك كنت هتلاقي واحد فيهم في سطر والتاني في السطر اللي بعده لكن دول عناصر انلاين فهيجوا جنب بعض زي ما اتوا شايفين كده عشان دي عناصر انلاين طيب ده كلام عظيم وجميل واللينكات كده احنا يعني تقريبا فهمنا الفكرة العامة بتاعتها عايزين بس ايه شوية تجارب عندنا في الايه بتاعنا عندنا مهم جدا اسمه تارجيت تارجيت بيساوي ونبدأ نحط جواه القيم اللي احنا عايزنا فيه قيم كتير فيه ممكن اسيبك تبحث عنها وهديلك القيمة اللي انت هتحتاجها كتير جدا واللي كتير هتستخدمها اللي هي لو كتبت هنا في معناها ان الصفحة دي هتفتح في صفحة جديدة الله لحظة واحدة عشان افهم يعني هي هتفتح في صفحة جديدة الاول يا شباب قبل ما انا اكتب دي كده خلينا نعملها بالشكل ده ونعمل كده جوجل فتح فين في نفس الويندو اللي انت موجود فيها في نفس الطاب طيب لو انا عملت كده معناها انه لو دست على جوجل اللينك دي هتفتح في صفحة جديدة ودي مهمة جدا لانه ناس بتبقى محتاجة ان انت تحط له لينكات تدوس عليها تفتح في صفحة جديدة عشان ما تبوص اللي هو هنا موجود فيه ممكن قاعد بيقرأ مكان او بيدفع ممكن قاعد بيدفع بيدفع فعلا تمن المنتج وانت فتحت الحاجة في نفس الصفحة ده هيعطله الشغر بتاعه عشان كده لازم تكون عارف طيب ده كلام عظيم وجميل وما فيش في مشكلة خالص وفي عندنا كده شوية معلومات وناخد بالمرة واحد من الموجودة زي ما دفعنا على جميع ناس وهو اسمه تايتل تايتل بيعمل ايه ده عبارة عن تايتل للينك خلينا اقول له جو تو جوجل بس وهنا هقول له جو تو فيسبوك ده عبارة عن تايتل هنا بيحصل ايه لما كتب التايتل ده بتروح على اللينك كده تقف عليها شوية يقولك ايه جو تو فيسبوك حاجة كده عاملة زي ممكن تضيف فيها شوية كلمات قبل ما الشخص يدوس تبقى عايز مسلا تنبهه لحاجة معينة او كده طيب عندنا يا شباب الايه ممكن يوديك على لينك زي كده وممكن يوديك على صفحة موجودة عندك يعني انا لو عندي صفحة تانية اسمها مسلا تست دوت اتش تيميل جنب دي فممكن اقول له تست دوت اتش تيميل يروح موديني عالصفحة تعالوا مع بعض كده ناخد نسخة من الصفحة دي كلها ونعمل صفحة اسمها تست وادوس اشوف هيوديني عليها ولا لا انا كده عملت الصفحة تست دوت اتش تيميل وهكتب جوتو تست بيج وهنا هكتب تست بس جنبهم نروح مع بعض كده ادي جوجل فيسبوك تست دست على تست واداني على صفحة اسمها تست دوت اتش تيميل وادي الصفحة وهارجع بقى تاني عادي يبقى نقدر نحط المساري الكامل خاص بموقع او اسم الصفحة اللي احنا محتاجين نروح لها بالشكل ده عندنا الاي ممكن يوديك على فكرة في نفس الصفحة بتاعتك عن طريق ان انت تحدد للفكرة دي اي دي واحد من وتدوس على اللينك فيوديك على الصفحة دي تعالوا مع بعض نشوف الفكرة دي بس المرة دي هكتب برا جراف كبير جدا مليان نصوص عشان نملى الصفحة ونطولها عندنا دلوقتي كلمة لو دست تاب بتكتب لك السطور الكتير دي اللي هي بيسموها ابجد هوز وهكزا هاخد منها نسخ كتير جدا وسمحوني الصفحة هتطول جدا عشان نوريكو بس الفكرة وهاجي مسلا عند برا جراف زي ده كده وهتديره اي دي ده واحد من الاتريبيوتس اللي بقدر اميز بهم العناصر بتاعتي وهكتب عليه مسلا اسامة وعايز هاجي عند الاي ده بدلا ما هو هيوديني على صفحة تست ناخد منه نسخة وهكتب عليه اسامة برا جراف هيوديني هنا يا شباب على برا جراف في نفس الصفحة جوتو اسامة برا جراف وهنا هكتب علامة الهاش واسم الاي دي اللي انت حددته تحت اللي هو اسامة تعالي نشوف مع بعض كده نادي هنا اهو اسامة بصوا وداني فين عند البراجراف اهو هرحان تتأكد ممكن نيجي هنا نكتب فيه كلمة في الاول الزيرو للتوضيح بس ليس الا نرجع هنا تاني نعمل الزوم بتاعنا بالشكل ده وندوس على اسامة جاب لي الزيرو لوريم وهكزا حلو ندوس على اسامة دي طيب عندنا حاجة اخيرة في البراجراف بتاعنا او نشيل البراجراف دي احنا بس جربنا عليها عندنا حاجة هنا تاني مهمة جدا في اللينك وهو انه اللينك ممكن يوديك على ايميل يعني الاتش ريف دي بده ما تكتب فيها لينك هتكتب ميل هنا تو وتكتب هنا ايميل الشخص ده مسلا ايميل وهكتب كونتاكت مي او ميل مي مسلا او عايز يعني براحتك كونتاكت مي وهاجي هنا دلوقتي هشيك على الميل لو لو ادوست دلوقتي كونتاكت مي هيفتح لي الايميل ابليكيشن بتاعي عشان اكونتاكت الشخص ده واول ما يفتح الميل هيحط في خانة تو الايميل اللي احنا ضفنا دلوقتي ده عشان تبقى حاجة سريعة جدا كيه عشان يخلي الشخص يرسل الشخص صاحب الموقع مباشرة يا رب جماعة درس يكون بسيط وسهل وعجبكو اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة